المعلمة الصغيرة ماريا هيا رحبي معي بأصدقائك بخير والحمد لله ما الحرف الذي سوف ندرسه اليوم نعم حرفه ممتازة حرف الدال رائعة إذن رحبي معي بحرف الدال جيدا أهلا وتهلا بجاعة حرف الدال دال هناك يا صديرتي الكثير من الكلمات التي تبدأ بحرف الدال مثل ماذا؟ دال ماذا؟ دال ماذا؟ دراء ها وماذا أيضا؟ ماذا؟ دراء نعم واشرحي لنا ذئب رائع ذال ذئب وماذا أيضا أيضا المعلمة الصغيرة؟ دباب دباب ممتاز هالدباب يبدأ بحرف الدال المعلمة ماريا؟ نعم نعم حسنتي وماذا أيضا؟ دراع دراع يبدأ بأي حرف ماذا؟ أدباب الدال الدال رائع أيضا المعلمة الصغيرة وهذا الثعل في ظهره ماذا يوجد؟ ماذا؟ يحرك كثيرا والقطة أيضا لديها مثله؟ ذيل 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 رائع أحسنتي وهذا الصندوق فيه الكثير من؟ ذهب 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 يبدأ بحرف ذهب نعم أحسنتي أيضا المعلمة ماريا؟ حسنا هيا الآن نذهب إلى سبورتنا واشرحي لنا طريقة كتابة حرف الدال وهل هي حرف سعيد أم حزين؟ هيا أخبرين حرف الدال ماذا؟ هيا أخبرين ذهب ممتازة هو حرف حزين فالله نقطة أم دون نقطة؟ نقطة هو بنت أم ولد؟ بنت فوقها نقطة من أخته؟ من أخت الزال؟ أخت الزال؟ الزال؟ الزال ولد لا يوجد فوقه نقطة أما من أخته؟ أختها؟ أخت الزال؟ أخت الزال؟ أخت الزال؟ عندما أنطق الزال يا ماريا ماذا نفعل؟ عند النطق أخرج طرف؟ نخرج نخرج الزال لساننا نخرج طرف لساننا أخبريني كيف نكتب حرف الزال يا ماريا؟ ها ننزل من أعلى بخط مائل أم مستقيم؟ خط مائل خط مائل أستدير وأجلس على ane على مكان على فكر النعوم العربية ها؟ وماذا أيضا؟ نضع فوقها نقطة ونضع فوقها نقطة ومن تحميها من أشعة الشمس؟ نعم أحسنتي فهي دينكسة أحسنتي وحزينة عندما تأتي في وسط الكلمة يكون لديها كم زراع؟ واحدة ممتازة ومن تحميها من أشعة الشمس؟ رائع صغيرة أحسنتي ونقول ذا الفتحة ذا رائع رائع ماريا أحسنتي صغيرة الحلوة معلمة اليوم ماريا الحلوة أحسنتي نعطي ماريا الكثير من النجوم على شرحها الرائع شكرا لكم